مصر الخير مع تسارع الأحداث وزخم التصريحات بشأن الشمال السوري يستخدم نظام أسد وحلفائه الحرب النفسية لتسهيل عملية الإبادة التي يقومون بها ضد المدنيين في حلب وإطلب فأسقطوا إعلاميا مدنا محررة وروجوا لما أسموها الممرات الأمينة في وقت كانت فيه ميليشيا أسد تهرب جماعات وفرادة من نيران المقاتلة التركية وصواريخ الفصائل ولعل ما قولت أحد عناصر ميليشيا حزب الله حصدون حصد أكبر تأكيد على ذلك كما نبش إعلام أسد وحلفائه مظاهرة قديمة جرت في لبنان ونفخ فيها مجددا قائلا إنها تحدث الآن بشأن شمال سوريا مثر سخرية الكثيرين من ذلك الإعلام تماما كما فضح نفسه حين سرق لقطات من ورشة فنية في قطاع غزة وعرضها على منصته مدعيا أنها فبركات يعتمدها عناصر الدفاع المدني في الغوطة الشرقية ليتهم بها نظام أسد بهجمات الكيماوي وركام الصور المزورة ينتشر بشكل هستيري على صفحات ميليشيا أسد ولا يوفر حتى صور تظهر فيها بوابة برلين الألمانية يتحدث فيها عن قتل الجنود الأترك فهل كان نظام أسد ليلجأ للحرب النفسية لولا أنه عرف يقينا بفشله ميدانيا شمال سوريا ولكن من يصدق أصلا إعلام أسد الذي يقول السوريون أنه يكذب حتى في نشرة الطقس وإذا كان يفهم استخدام النظام للحرب النفسية بهذا الشكل الفجر والفاضح لماذا لجأت إلى ذات المنح السخيف أيضا قنوات عربية في تناولها للشن السوري هذا ما سنناقشه في محورنا الأول من هنا سوريا في محورنا الثاني وكأن ما ينقص اللاجئين السوريين في تركيا حوادث اعتداء عليهم وعلى محلاتهم في عددا من ولايات البلاد بعد مقتل عشرة جنود الأترك من إيران ميليشيا أسد بإدلب مؤخرا يهاجب هؤلاء محلات السوريين ويسرقون بعضا منها ويقولون لأصحاب المحال جنودنا يستشهدون وأنتم تستمتعون وكأن المطلوب من اللاجئ السوري حبس نفسه في بيته حتى لا يعير بالعمل أو التنزه يوم العطلة علما أن جنود الأتراك دخلوا شمال السوري بقرار دولتهم التي تقول إنها تدخلت لحماية أمنها القومي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاجئون سوريون في تركيا لاعتداءات من هذا القبيل وهو ما يطرح السؤال القديم المتجدد عن دور الدولة التركية حيال ذلك وعن هوية الجهة التي تحرض على وجود اللاجئين السوريين الذين تقول أنقرة إنها صرفت عليهم أربعين مليار دولار فهل تهدف تلك الاعتداءات على دفع السوريين للعودة لبراميل ميليشيا أسد أو التوجه نحو الحدود اليونانية ليخنقوا بغازات القوات الأمنية هناك حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا كعادتي في كل معركة وحر بإبادة يشنها نظام أسد وحلفائه ضد المناطق المحررة يلجأ النظام للحرب النفسية في محاولة للتأثير على معنوية السوريين في المناطق المحررة وهو ما أثار سخرية الكثيرين من إعلام أسد الذي استخدم صورا بعضها في العراق ليوظفها في انتصاره المزعوم بسوريا للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي الكاتب الصحفي من عمان زياد الريس كما ينضم إلينا أيضا الكاتب والخبير الأمني باسل صنيب معنا من برلين وخلال هذا المحور أيضا سينضم إلينا العميد منير الحريري وهو ضابط سابق في شعبة الأمن السياسي معنا سيكون من عمان مساء الخير وأهلا بكم جميعا دعني أبدأ معك باسل يعني الحرب النفسية التي تقوم ميليشيا أسد باستخدامها وتوظيفها خلال الفترة الماضية بإصرار وبصور كذبة وثبتة كذب هذه الصور من أين يأتي بها ومن هي الجهات الأمنية داخل هذه الميليشيا التي تقوم بالتخطيط لهذه الحرب السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم والمشاهدين والضيوف الكرام أخت أحلام أهلا بك يعني الحرب النفسية أو الحرب الإنسانية أو حرب الشائعات كما كانت سابقا تدرس هي موجودة في كل دول العالم منذ قديم الزمان وحتى قبل وجود وسائل التواصل الاجتماعي يتم تدريسها لجميع جسد المخابرات في العالم ويتم تحذير الجيوش في جميع دول العالم منها يتم استخدامها في حال وجود عدو خارجي أو في حال وجود خلاق أو مشاكل داخلية لكن هذا الأمر يعني سأعود لسؤالك ولكن أودت أن أوضح في البداية للمشاهد كيف طبيعة هذه الحروب وكيف تستخدم نعم هذه الحروب الإعلامية والنفسية أو حرب الشائعات لها أصول علمية مدروسة يتم تدريسها لها طرق علمية ولا تتم بشكل عشوائي أما نظام الأسد نظام هذا المعتوه المجرم الأسد فمنذ قديم الزمان وكمثل باقية الأنظمة الديكتاتورية ويقوم بهذه الحرب النفسية بطريقة فجة وحمقاء وغبية بدون أي طريقة علمية مدروسة يعني يذكرني دائما إعلام النظام بالحادثة التاريخين معروفة عندما أتى شخص إلى مسيلم الكذاب فأخبره بأنه نزلت عليه آية من ربه فقال له والله إنك تكذب والله إنك تعلم أنك تكذب وتعلم أني أعلم أنك تكذب فهو يعني النظام مبدأه إكذب إكذب حتى تصدق نفسك يعني بالنسبة لسؤالك عادة يكون في جميع وسائل الإعلام الرسمية أو حتى بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية وسائل الإعلام الخاصة غير رسمية وفي وزارات الإعلام يكون هناك مندوبين ومسؤولين من أفرع الأمن جميعها من العسكري والسياسي ومن أمن الدولي ومن المخابرات الجوية في سوريا كان في كل وسيرة إعلام أو في وزارة الإعلام ويعلم جميع الذين عملوا في هذه الأماكن يوجد ضباط ومسؤولين وحتى عملاء من بين الموظفين يتم زراعة عملاء بين الموظفين وتقوم أجهزة المخابرات عادة في الدول المتحضرة نوعا ما أو النصف متحضرة بالإشراف على الإعلام أو توجيهه فقط في حالات الحروب أو المشاكل بينما في النظام المعتوه للسوري بشار وقبله الأب المقبور حفظ أسد كان دائما الإشراف والتوجيه دائم على الإعلام في كل الأوقات لا يستثنى أي وقت وحتى في أكبر الأمور كما قلت لك بشكل أحمق أستاذ باسر حضرتك كخبير أمني هل هناك فرع أمني بعينه هو من يشرف اليوم على هذه الفبركات الإعلامية ونشر الإشاعات والكذب الذي تقوم به هذه الميليشيا بشكل رسمي معلن توجد مفرزة للأمن العسكري وهو المسؤول كان دائما بشكل مباشر عن إذاعة والتفزيون السوري وهو الذي كان معني بتوجيه الإعلام السوري وبتوجيه الإذاعة والتفزيون السوري ولكن حاليا وبعد ثورة سورية وبعد أن شعر النظام بالخطر الشديد على نفسه أصبح له مستشارين روس وأصبح له مستشارين إيرانيين والآن أصبح هناك ضباط من الحرس الجمهوري المقرب من القصر الجمهوري المقرب من المجرم الأسد يقومون بالإشراف على موضوع الإعلام وكما أنه أيضا يعلم الجميع أنه حاول الاستعانة ببعض الحمق الآخرين من أعلام حزب الشيطان اللبناني ومن الإعلام الإيراني طيب أستاذ باسر للمزيد حول هذه التفاصيل والحرب النفسية التي تقوم بها هذه الميليشيا والأفرع الأمنية التي تشرف عليها الزملاء كانوا قد أعدوا لنا المادة التالية نتابعها ونعود للنقاش بعد تفاقم خسائر ميليشيا أسد حلفائها الشمال البلاد والتي توثقها أحيانا عدسات عناصر الميليشيات أنفسهم حرك نظام أسد ماكينته الإعلامية المتهافتة مستخدما للحرب النفسية فهذا أحد مراسلي إعلام أسد يزعم استهداف نقطة تجمع في إطلب قال إنها تضم مراسلي عدد من القنوات بينها أورينت مضيفا أن النقطة تحتوي سلاحة إشارة كان يشوش على أجهزة التيترا وأجهزة الهيترا المتواجدة مع القوات المتواجدة على الحد الأمامي أبقى لمفعولها بنهاية المطافة وأمام صور الهروب الجماعي لميليشيا أسد وتدمير معداتها بنيران طائرات برقدار التركية نشر أحد إعلامي أسد صورة دبابة مدمرة مدعيا أنها لجيش تركي استدفتها ميليشياته مؤخرا ولكن منصة تتأكد كشفت أن الصورة لدبابة أمريكية دمرتها عبوة ناسفة في بغداد عام 2006 في السياق ذاته نشر فارس الشهابي عضو برلمان أسد صور لآليات وعربات مصفحة ادعى أنها تركية وقد دمرتها ميليشياته في منطقة النيرب بإطلب لكن المنصة ذاتها قالت أن صور الآليات في حلب ودمرت بالمواجهات بين ميليشيا أسد والفصائل المقاتلة وفي الحديث عن النيرب نشرت صفحة أخبار حلب الموالية صور آليات زعمت أنها تركية دمرتها ميليشيا أسد لكن التسجيل في الحقيقة نشرته وكالة أن الأبخازية وذلك قبل بدء العملية تركية شمال البلاد أصلا في السياق ذاته بثت ما تسمى صفحة عين على الجنوب الموالية مقطعا مصورا قالت إنه للبنانيين خرجوا في بيروت دعم للعملية العسكرية تركية شمال سوريا والهدف من ذلك كما هو واضح من تدوين المرفقة للمقطع النيل من سمير جعجع المعروف بمعارضته لنظام أسد إلا أن التسجيل المشارع إليه نشره موقع خبر أرماني العام الماضي حين نظم عشرات لبنانيين مسيرة في بيروت احتجاجا على إحراق الأرماني للعالم التركي خلال تظاهرة لهم في ذلك العام لكن ما الذي دفع نظام أسد لهذه الأكاذيب لو كان فعلا ينتصر ويتقدم ميدانيا كما يزعم وهنا تكشف مصادر إعلامية عن تعميم وجهه نظام أسد لوسائل إعلامه يقضي برفع معنويات الموالين وذوي قتل ميليشياته خاصة على ضوء خساراته المتتالية شمالا حتى إن نشر تلك الوسائل صورا تظهر فيها بوابة برلين الألمانية لتقول إنها قتلى للجنود الأتراك من قبل الوحدات العسكرية للجيش السوري وعلى مبدأ اكذب اكذب حتى تصدق كذبتك يواصل إعلام أسد من زعيمه السابقة ويقع في الحفر ذاتها عشرات المرات فهذا أحد إعلامي نظام يروج لمسيرة حاشدة في حالب دعما لميليشياته وفي الحقيقة لم يخرج إلا هؤلاء في تلك المسيرة وحول هذه الحرب النفسية التي تقوم بها ميليشيا أسد مجددا أرحب بضيوف باسل صنيب الكاتب والخبير الأمني وأيضا الكاتب الصحفي زياد الرييس أستاذ زياد هذه الحرب النفسية ليست هي هذه المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيا أسد لمن توجه هذه الصور المفبركة والكذب الممنهج الذي تقوم به هذه الميليشيا؟ أستاذ زياد على ما يبدو أنه لا يتمكن من سماعي أو نواجه مشكلة مع الأستاذ زياد الرييس أعود إليك مجددا أستاذ باسل صنيب هذا الكذب الممنهج والفبركات والإشاعات التي تقوم بها ميليشيا أسد لمن توجه وخصوصا أنه اليوم هناك مواقع للتأكد من صحة المعلومات هناك الصور القديمة والصور الجديدة وعلى رغم من ذلك تكذب هذه الميليشيا بكل فجاجة يعني هنا السخيف والغبي في الموضوع وإضاعة الوقت بالنسبة للنظام أو ربما كما قال الله تعالى أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور المفروض أنه يوجه هذا الكذب الإعلامي لمؤيديه وأنصاره ولكن أتوقع الجميع إلا الأبلة أصبح يعرف الكذب الذين يقعون فيه في كل دقيقة وفي كل ساعة ولو صنعنا عشرات التقارير ربما في المستقبل ليجب تأليف كتب عن سخافة وكذب هذا الإعلام المؤيدون أصبحوا يعرفون كذبه والدليل يستطيع أي إنسان يسمعني الآن ويسمعك أن ينظر إلى التعليقات كمثال في محطتكم هذه التي يعتبرها المؤيدون معادية كما يقولون تجدين ملايين المتابعين للمؤيدين والتعليقات منهم لماذا يتابعون قناة يعتبرونها معادية وكاذبة لو كانوا يصدقون إعلامهم هذا يدل تماما على أن سخافة إعلام النظام وكذبه مكشوف ومفضوح لأقصى حد والحقيقة أنه لا أحد يتقبل هذا الإعلام حتى المؤيد الذي يعلم كذبه ربما يظن أنه بسكوته على هذا الكذب أو تغاضيه عنه هو يساعد مجتمعه المؤيد الإجرامي في عدم حدوث قلاق أو مشاكل أنا أريد أن أذكر حادثة يعلموا الجميع وتدل على ضخامة وهول سخافة هذا الإعلام أعظم حادثة مرت في هذا النظام عندما مات المقبور الأعظم لهم حافظ الأسد أنا أذكر أنني كنت أتابع محطة أجنبية CNN محطة وكاة لنباء الأمريكية أتوا بخبر موت حافظ الأسد يكتبونه باللغة الإنجليزية أنا أقرأ ثم أعود إلى المحطات السورية فأجدهم يضعون موسيقى أنا ذو هلت يعني وعدت مرات أعود أظن نفسي أني أخطأت في القراءة أو في الترجمة ولم يضعوا خبر موته إلا بعد ساعات وساعات بعدما علمنا وتأكدنا من كل محطات العالم والكرة الأرضية وحتى أنه فيما بعد تسرب بأنه كان ميت منذ ربما يوم أو أكثر قبل وأخفوا الموضوع الكذب في إعلام السوري في إعلام النظام هو ممنهج هو نهجهم هو طريقتهم وأسلوبهم وكما قلت لك هم اقتدوا بغيرهم من الأنظمة الدكتاتورية تجدين أغلب الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة الدول المتأخرة التي لا زال يحكمها الدكتاتورات تسير بنفس الطريقة من الإعلام الكاذب يجعلون مؤيدينهم يعيشون في كوكب آخر وكأنهم في عالم آخر وهمي غير العالم الحقيقي منذ أيام يضعون صورة أنهم يركعون عناصر الجيش الوطني والأتراك تنظرين الآن الجو شتوي في سوريا الجميع يرتدي ملابس شتوية تجدينهم الصورة المطبقة أو القديمة أو المجلوبة من مكان آخر بكل سخافة وغباء يرتدون ملابس صيفية والشمس حارة وتجدين رمل الصحراء الذي لا يهتواجد في إدلب يعني أصبحوا مثار سخرية للجميع والأمر مكشوف جدا ومفضوح جدا وحول سؤالك أنا لا أظن أحد يملك إجابة لمن يوجه مثل هذا الإعلام السخيف والغبي وكما قلت لك أصلا حتى المؤيدين يتابعون إعلامكم خفية وعلنا بجميع الطروب أستاذ زياد هل من مناسبات خاصة يزدهر فيها هذا الإعلام المفبرك وهذه الحرب النفسية التي تقوم بها ميليشيا أسد مساء الخير أتمنى أن الصوت الآن واضح تماما بكل وضوح تفضل الحقيقة أن حزب البعث لديه تجربة كبيرة مع الإعلام في سوريا لا نستطيع أن ننكر ذلك حزب البعث تعلم كثيرا أن الإنقلاب في سوريا لا ينجح قبل أن يكون هناك سيطرة على الإذاعة ومن ثم فيما بعد أصبحت السيطرة على التلفزيون هي جزء من الإنقلاب العسكري ولا ننسى أن هذا الحزب أتى بإنقلاب وحافظ الأسد كان له أنجح تجربة في تاريخ حياته حيث تمكن من بيع الجولان من خلال مقطع صوتي عبر إذاعة دمشق عندما ظهر هو كوزير دفاع وأعلن سقوط القنيطرة وسقوط الجولان وباع ذلك لإسرائيل وكان هذا الثمن الذي بناء عليه تسلم الحكم إلى الآن هو وذريته وأبنائه وهذه العائلة المجرمة حكم سوريا لذلك الإعلام لديه أهمية لديه نظام أهمية كبرى لاتجاه الإعلام قد نرى أن النظام غبي فعلا هو غبي لكن النظام يعلم تماما أن هذه الطريقة تؤتي بنتائج جيدة جدا هو لا يعول على المتنورين والمثقفين والمتابعين للإعلام إطلاقا هو يعلم تماما أنه سيكون مصدر للسخرية عندما يعلن أنه قتل مئات العناصر التركية أو أنه دخل هنا وقتل آلاف الإرهابيين هو يعلم تماما أن الجميع سيكذبه لكن هذا لا يهمه متى كان هذا النظام ما هي النتائج الإيجابية التي تتحدث عنها أستاذ زياد طبعا هي نتائج إجرامية حتى لا نسميها إيجابية هو لديه فئة مغيبة تشبه تماما الحرس الثوري الإيراني الذين أيضا لديهم آلاف الخزعبلات والعقائد المركبة التي العقيد المركبة التي يعتقدوا كذا وكذا ويموتوا لأجل ذلك هو تماما يدرك أن لديه هذه الحاضنة وحقيقة لا نستطيع أن ننكر أن هناك جزء كبير من أبناء الوطن العربي من المغيبين حقيقة عنه الواقع يسيرون خلف إعلام النظام ويصدقون أقواله ويروجون مقالاته ولا ننسى أنه هو وسائل إعلام إيرانية ابتدعوا ما سمي بجهاد النكاح الآن هو مصطلح شئنا ما بينها متواجد وهناك حقيقة أناس مغيبون يعتقدون أن هذا كان يحصل في سوريا وأن من يتوجه إلى سوريا هو يبحث عن ذلك هذا الأمر لا يمكن أن نخفي حقيقة النظام مجرم وقاتل يدرك أهمية الإعلام الإعلام السوري كسوري بعيدا عن النظام طيب بالنسبة والتناسب أستاذ زياد هذه النسبة المغيبة التي تتحدث عنها هل هي قادرة على قلب الموازين وخصوصا اليوم أنه حتى المدني البسيط المتواجد في مناطق سيطرة ميليشي أساد يستطيع كشف الحقيقة عن الكذب حتى وإن لم يستطع قول الحقيقة هي لا تستطيع أن تغير شيء لكن هي تستمر في دعمه هو لديه فئة ولو كانت قليلة تستمر بارتكاب الجرائم تستمر بدعم هذا النظام تصدق أقاويله تصدق مقالاته كما كان الشعب السوري في فترة من الفترات يصدق أن حافظ الأسد ويحارب إسرائيل وأن حافظ الأسد انتصر في حرب تشرين رغم أنها كانت هي الحرب التي ثبتت بيع الجولان ووضعت حدود وأدخلت قوات دولية لفصل سوريا إلى جولان عن سوريا أنهم كانوا يصدقون حقيقة هذه الأقوال هناك فئة تصدق وهذه الفئة هي المطلوبة النظام يعلم تماما أنه قال الحقيقة عبر الإعلام لخسر كل شيء كل شيء سيخسر لكن باستمرار الكذب سيبقي هذه الفئة لا كانت قليلة هذه الفئة القليلة تفيده لديه فئة تدعمه في الإعلام أيضا الآن النظام دخل مرحلة هو ترك الميليشيات والمؤيدين والمرين لابتداء الكذب في الإعلام يعني عندما نشاهد بعض الصفحات هي لا تتبع حقيقة بشكل مباشر للنظام هي تتبع لرقابة النظام تمر الإشاعة أو تمر الفبركة إلى فرع المعلومات أو إلى فرع الأمن السياسي أو التوجيه السياسي فقط يقول نعم هذا النظام على مدى أربعين عام كان يتحكم حتى بالطرفة الطرفة التي كانت تلقى في الشارع السوري كان الشعب السوري يبحث عن الطرفة لتكون متنفس حقيقة كان ينأتوا ببعض الطرائف ويتم تأليف هذه الطرائف لتصب على بشار الأسد أو على حافظ الأسد قبله أو على رفعات ويلقوها في الشارع تصل هذه الطرفة للنظام يتم أدلجتها ويتم طرحها بشكل آخر بعض الطرائف أو بعض النكت التي كانت تلقى في الشارع السوري كان مصدره أجهزة مخابرات لكنها كانت تلقي رعب في قلوب إحدى هذه الطرائف عندما مات باسل الأسد أطلق جهاز الأمن السياسي حينها نكتة تقول أن من قبض روح باسل الأسد هو فلان وهو الملك فلان وأنه لم يجرؤ على التحدث أنه هو من قبض على روح باسل الأسد يعني هذه الطريقة كانوا يقودوا فيها حقيقة هذا الشعب الشعب الآن لديه مصادر إعلامية ولديه الحقائق لكنه مفكك يعني الشعب السوري في دمشق الشعب في دمشق كله يعلم الحقيقة لكن لا يجرؤ على البوح بها لذلك لا يجرؤ أن يقول للآخر أنت تعلم أنهم كاذبون على الأكس تماما يقول له نعم نعم لقد قتلوا نعم لقد تقدموا نعم صحيح الإرهابيون يفعلون كذا نعم كلامك صحيح هذا احتلال وهذا قتل وهذا مقاومة الحقيقة الجميع يعلم لكن النظام يعلم تماما لو قال الحقيقة في الإعلام لو قال جزء من الحقيقة في الإعلام هو زال عنه للحكم في سوريا تماما ومستحيل أن يفعل ذلك لذلك هو يحاول أن يكون متواجد في السوق هو يعلم تماما أن يوميا هناك مئات التقارير الصحيحة الحقيقية تخرج من سوريا هو يطلق مقابل هذه التقارير جزء 10 إلى 20 بالمئة من تقارير مزيفة يقول لك أن هذا الأمر سيحدث دربك سيكون هناك انقسام في الشارع العربي وانقسام في الشارع المحلي وخاصة داخليا ويصبح هناك من يشكك هم ليس لديهم إعلام حقيقة هم يبحثون ماذا تبس الوسائل الإعلام الأخرى ثم يأتوا بما يرد على هذه الوسائل من كذب وتأليف وتهريج ليجد الباحث في الجوجل أو الباحث في الشيوس الميديا عن الحقيقة يجد هذه ويجد هذه ويدخل في حالة صراع بعض الأحيان ويضطر أن يحرك انتماءه سواء كان هو مؤيد أو معارض ويبدأ من هنا البحث يعني النظام يدرك تماما أنه كذب والشعب السوري داخل سوريا يعلم تماما هذا الكذب لكن هو حقيقة أيضا لا يمتلك الجرأة أن يقول هذا كذب فينطلي على بعض البسطاء وبعض المغيبين هذا الكذب ويسير خلف النظام لغاية الآن هناك من يدعم هذا النظام هناك من يعتقد أن النظام سيستمر وأنه مسيطر وأنه فعلا يخوض حرب مقاومة وممانعة وهم يسخروا كل شيء يعني عندما تضرب إسرائيل لا يقولوا أننا تعرضنا لغارة مذلة من إسرائيل وأن هناك الإس 400 والإس 300 تعرف على الطائرات الإسرائيل على أنها صديق بأمر من روسيا هم لا يقولوا ذلك وهم يقولوا أن إسرائيل تدافع عن الإرهابيين في الشمال سابقا تدافع عن الإرهابيين في الغوطة هي لا تريد أن نكون يعني هذا الكذب حقيقة مضحك لكن هذا ما لديهم ليس لديهم شيء أخر يقول يعني أمام هذا الشرح سنتقل بسؤال للأستاذ باسل صنيب يعني من الممكن أن تستهدف هذه المعلومات الكاذبة والمزيفة أن تستهدف شريحة من البسطاء كما وصفهم الأستاذ زياد الرئيس ولكن ماذا عن عناصر ميليشياته على الأرض والتي هي ترى حقيقة أعداد الخسائر والهزائم والعتاد المستهدف لهذه الميليشيات وما إلى ذلك عندما ترى هذه الصور وهذه التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي هل فعلا تنطل عليها هذه الكذب أو ينطل عليها هذا الكذب سأدمج بينما تحدثت به وبينما تحدثت به الأخ الضيف ربما أنا عشت بين مجتمع المؤيدين لمدة 18 عاما ودرستهم وعشت معهم وأعلم تماما كيف يفكرون ربما فئة قليلة من الذين هم اختاروا أن يغيبوا عقولهم بأنهم منتفعين كما تفضل الأخ الضيف من بعض الأنظمة الديكتاتورية الأخرى ويروجون ما زالوا لمحور المماتعة والمقاولة والكذب ربما بعض ضعاف العقول المرضى النفسيين ربما بعض كبار السن والعجائز هؤلاء الذين ثقافتهم ضحلة ربما بعض هؤلاء يصدق هذا الأمر ويتم التعويل عليه في هذا الإعلام ما يحدث في الإعلام السوري هو تضليل للجماهير وليس حتى حرب نفسية أو شائعات أو الحرب الإعلامية أنا قلت لك أن الحرب الإعلامية أو الحرب النفسية في العلوم الأمنية في العالم كلها لها أصول ويطول شرها حاليا ولكن من أبسط هذه الأسس العلمية أن تبني أنت ثقة أولا ومصداقية مع المتلقي يعني ربما أنا أبث أخبار صادقة تماما ودقيقة لمدة سنوات لمدة معينة ثم بين هذه الأخبار أنشر أو أدس أو أبث يعني خبر أريد أنا أن أدسه بين الجماهير ويكون بشروط معينة ويكون مدروس بشكل جيد جدا حتى لا يتم كشف كذبه وليس بالشكل السخيف والغبي الذي نراه في إعلام النظام كما قلت لك عند هذه النقطة دعني أشرك أيضا بالحديث العميد مونير الحريري الضابط السابق في شعبة الأمن السياسي ينضم إلينا أيضا من عمان بداية مساء الخير سيادة العميد يرى الأستاذ باسل والأستاذ زياد أنه هناك طريقة ممنهجة لهذه الفبركات الإعلامية واللي نشر هذه الإشاعات كما رأى أيضا الأستاذ باسل أن الأفرع الأمنية هي المسؤولة عن هذه الإشاعات وعن طريقة نشرها هل فعلا هذه الأفرع الأمنية هي لا تعلم الحقيقة أو حقيقة الصور التي تقوم باستخدامها أم أنها تستخدم هذه الصور على الرغم من معرفتها بأنها لا تنتمي للحادثة أو الواقعة التي يصفونها مساء الخير إليك ولأصاد المشاهدين ولضيوفك الكرام أختي العزيزة هلأ مسألة الحرب النفسية ومسألة الإعلام وتسويس الإعلام في سوريا وارد شي طبيعي نظام أوحد مع سلطة أمنية قبضة حديدية كل هذا الحكي جعل أنه يكون صحيح وهذا ما ذكر ضيفي سيادة العميد النقطة التي أرغب بإجابتك عليها أنه هل الفبركات تغيب عن الأفرع الأمنية يعني هم لا يعلموا بها أم أنها مقصودة وهي تأتي للاستهزاء بعقل من ترسل إليه هذه المعلومات التنتين صح طبعا كل الفبركات تتم طبخها ضمن مراكز متخصصة ليس فقط الفروع الأمنية هناك مراكز أبحاث ومراكز رصد الإشاعة في دوائر المخابرات موجودة ترصد هذا الشيء وفي وزارة الإعلام وفي التلفزيون وكل هذا الحكي هذا الحكي موجود حتى بالقطع العسكرية التوجيه المعنوي اللي موجود في كل القطع العسكرية يهتم بهذا الشيء بشحن جنودهم بفبركات بإشاعات طبعا هذا الحكي كله وارد في هذا النظام النقطة اللي هي منركز عليها التالية كل شيء في سوريا مبوّب كل شيء موجه يعني عندما كانت وزارة الإعلام توافق على أي نسخة من أي كتاب هناك في قسم للرقابة يخضع لرقابة أجهزة المخابرات كأمن سياسي في الدرجة الأولى وبعض الأمن الأخرى اللي هم يدخلوا بها القصص إذن كل هذه الأمور مبوّبة أمنيا لكن مبعثيا أمريا البعث عمل على مسألة شحن ثقافي مو أكثر من ذلك يعني مسألة توجيه يعني قومية أو شحن قومي مو أكثر من هيك وليس شحن أما الشحن اللي حاليا موجود هو شحن الطائفي الشحن الطائفي للنظام يقصد فيه هو التالي اسمعيني هالكلمة هالنقطة الأتراك الآن في حربهم أو في تدخلهم في سوريا هناك شعور عند العلوية هما بين بعضهم بيحكوا بين بعضهم أنهم معلقين بشخص اسمه بشار الأسد هذا الشخص إن راح بشار الأسد سيتم روح يعني كل العلوية سيذبحون أو يقتلون أو يسبون وإلى آخر هي أو سيروا سبايا لذلك هما بين الفين والأخرى بيطلعوا هيك إشاعات حتى يرجعوا الحاضن الشعبية لأمين لبشار الأسد أو لأهل الأسد لهذا الحكم حتى يظلوا هما رغم كل الضحايا وكل اللي أنت عم تشوفيه رغم ذلك بتلاقي بعدهم إلا زالوا الآن بعدهم متكاتفين حواليه رغم كل الأصوات اللي عم نسمعها وسمعنا إحنا أصوات كثيرة من كتاب وفنانين وإلى آخره منهم وآخرهم شفتي أنت من اللي شوفناها على الفيديو كاتبة صحفية أو مديرة في كلية صحافة بالإعلام نهل عيسى يمكن اسمها وبشار إسماعيل وآخرين من اللي حكو النقاط اللي هم بركزوا عليها بدهم يظلها الحاضنة قريبة إلى الحكم قريبة رغم كل التضحيات يمكنوا ببعضهم على أن هؤلاء موجودين فقط لأنه بشار الأسد موجود في هذه السلطة عندها بشار الأسد هم ما لهم شيء لذلك هم هاي هي كل خطتهم نعم الإعلام اللي تبعهم نحن نشوفنا فيه هناك تفضل تفضل كنت أنتقول لسؤال نعم تفضل عندما يكون فيه عندهم أخطأ خطأ بالإعلام أو أنه شغلات مش موجهة وانت بتلاقي المذيعات والمذيعين اللي عندهم بحاولوا يوصلوك لفكرة هو الغاية يكسبوا فيها الشارع لذلك أنت بتلاقي والله تكريم الشهداء والله قاعد يعطيه سحارة بندورة والله قاعد يعطيه بشكير والله صابونات يعني هو يتحدث عن التكريم ولكن يتسبب بإهانة أيضا هذه الحاضنة الشعبية التابعة له والتي اليوم يعني هناك شك إذا كانت فعلا هي تصدق كل هذا الكذب وكل هذه الفبركات أم لا وهذا ما سألنا أيضا يعني متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي عنه ما هي أسباب لجوء نظام أسد للحرب النفسية بشأن تطورات تحديدا مؤخرا في شمال سوريا الإجابات ترى بنسبة 18% لأنه فشل في المواجهة الميدانية وبنسبة 82% أجابت بأنها ترى لرفع معنويات أشبيحة بعد الخسائر الجسيمة في صفوف قوته أستاذ زياد أترك لك الإجابة على نتائج الاستطلاع وخصوصا أنه الفبركات والكذب والمعلومات الخاطئة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي جاءت في الفترة القليلة الماضية وكانت بكثافة عالية جدا يعني يعني النظام يدرك تماما أنه يقود فئة كبرى حقيقة تتأثر تماما بموضوع الدبكة والهوشة والعيطة يعني هو عندما يذهب لتكريم تكريم أحد الشهداء ويأتوا أهل الشهيد ويقودون حلقات الدبكة حقيقة هذه الحالة هو ما يحبها النظام هو أن ترقصوا على جراحكم وأن تعطوني مزيد من العناصر للدفاع عن منصب الرئيس هو يضحك عليهم ويقتلهم لكن أيضا هذا يعجبهم تعجبهم حالة الظهور الإعلامي وحالة الفرح وحالة أشبه بحلقة الدبكة كما بعض الشبان عندما كان يدخل إلى البارات أو إلى الملاهي الليلية يكون معه خمسة آلاف ينفقها كلها فقط لأن الراقصة قالت له شوباش أو قالت له حياك الله هذا إعلام النظام حقيقة وحقيقة لا نستطيع أن ننكر أن هناك فئة كبرى من مؤيدي النظام وأتباع النظام هم متأثرون تماما بهذه الحالة والعدوى القطيع عندما يقول المرياع يصرخ يسير الجميع خلفه والميغريفون والإعلام بالنسبة للنظام يعني أنت ترى أستاذ زياد أن هذا الكذب وهذه الفبركات وهذه الحرب النفسية هي تنطلي على حاضنة هذه الميليشيا وأيضا هي قادرة على رفع معنوياتها على جزء منهم نعم وجزء الأهم هم الجهلة يعني هؤلاء هم من يشكلوا عصابة القتل الحقيقية لهذا النظام ونعلم تماما أن النظام اختار أن تكون المؤسسات السورية رغم كل ما فيها من أكاديميين ومن عباقرة أن تقادر عبر رجل أمن جاهل أتى به من ضيعته أو من طائفيته فقط لأنه يأمن جانبه السياسي وهذا الجاهل يقود ويتأثر ويظن أن الجميع مثله لذلك عادي أن يتصل إلى التلفزيون ويطلب منهم أن تضعوا أغنية المطرب فلان الفلاني على روح الشهداء وهذا يعني الخذابلات حقيقة أمور مضحكة تحصل في الإعلام التابع للنظام لا نسميه الإعلام السوري حتى لا نظلمه أنتم جزء من الإعلام السوري لكن هؤلاء ليسوا إعلام سوري هذا إعلام البعث وإعلام شبيحة الأسد وهذا حقيقة ما نضحك منه ولا أحد يستطيع أن يسيء للإعلام السوري باسمه السوري لأنه قاد الإعلام العربي على مدى العقود الماضية شكرا جزيلا لك الكتب الصحفي زياد ريس كنت معنا من عمان أشكر أيضا الكتب والخبير الأمني من برلين الأستاذ باسل صنيب كما شكر موصول للعميد مونير الحريري الضابط السابق في شعبة الأمن السياسي كان معنا من عمان فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا شكرا